وطالما وصلنا للتطبيق وإحنا يعني ممكن قدامنا ديئتين أخ أمال يعني أنت ذكرت في البداية أنه الكلمة أنه أنا أتغير أتغير بمحضر الله بكلمة الله إيه اللي عاوزت توصله من خلال كل هاي الدراسة مع أنه أنا عارفة دراسة طويلة وبس أنت حاولت تحطها في هيك بولتس صغيرة إيه الرسالة اللي بدك توصلها؟ الرسالة اللي نفسي أقولها لحبايبي ادرس الكلمة أعقف على هذا في وقت مناسب وغير مناسب ده ينطبق على دراسة الكلمة ولما تدرس كلمة الله حاول تفهمها تنتقل من العقل إلى القلب إلى السلوك إلى الحياة عيش للرب ونصلي إن رب يستخدم هذه المبادئ لتساعدك علشان تفهم كلمة الله تلاحظها تفسرها صح وتعيشها ويطبقها بالمعنى الحقيقي يعيشها حياة هذه التطبيقية أخي مال ربنا يباركك طبعا أنت بتعلم هذه الموضوعات كتير وعم تعمل كرسات كتير كمان حتى على الزوم لو في حد من المشاهدين هل ممكن أتجرأ أولي اللي عاوز يدرس نحطه يتواصل معاك يعني خرطوش فردك خرطوش فردك زي ما تبدو لي أخذوا ظهر رأي طيب يعني ربنا يباركك فعلا دراسة عملية جدا وفعلا في ناس كتير بتسأل يعني كيف أقرأ وشو الأسليب وإيش المبادئ اللي أنا بقرأها وطبقها على حياتي شكرا جزيلا والرب يباركك ويبارك خدمتك يا أخ أمال في الختام أحبائي أنا بضم صوت لصوت الأخ أمال إنه فعلا كلمة الله حية وعاملة وفعالة ومثل ما قال عنها يسوع كلام روح وحيا لابد أن تجدد الذهن ولابد أن تغير الحياة ولابد أن تنقيك وتنظفك ولابد أن تقودك كلمة الله تقودك إلى الكلمة المتجسد شخص الرب يسوع المسيح ودايما اللي بيدرس كلمة الله لابد أن يصطدم بيسوع المسيح فأنا بحب أنك تتعرف على يسوع تآمن بيسوع تسلم حياتك ليسوع ويسوع وعد بالحياء الأبدي وهي صلاة لكل من يشاهد ربني باركك اشتركوا في القناة